تنطلق اليوم في لهاي أول جلسات الاستماع للنظر في شكوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال تكتسي صفة الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية تطالب جنوب أفريقيا المحكمة باتخاذ إجراءات عاجلة تلزم إسرائيل بتعليق عملياتها الحربية التي تلحق ضررا بالفلسطينيين لا يمكن جبره كما ورد في متن الشكوى من المقرر أن يرافع محامو جنوب أفريقيا اليوم على أن يرد عليهم محامو إسرائيل يوم غادة الجمعة يرجح خبراء أن تتخذ المحكمة قرارها بشأن الطلب العاجل في غضون أسابيع في حين سيتطلب النظر في تهمة الإبادة الجماعية مدة طويلة هذه صور مباشرة مشاهدين التي نراها الآن من داخل محكمة العدل الدولية حيث ستكون أولى الجلسات اليوم أيضا يشار إلى أن ملف الشكوى يتألف من 84 صفحة أعلنت وزارة العدل في جنوب أفريقيا أن الوزير رونالد لمولا سيترأس وفد بلاده في محكمة العدل خلال جلسة الاستماع في القضية مرة جديدة هذه هي قاعة المحكمة من الداخل في انتظار أن تبدأ أولى جلسات محكمة العدل الدولية بهذه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل مرة جنوبة توضيح السلاحية السلاحية فإن قبل المقصة السلاحية سائل السلاحية السلاحية سيطل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تبدأ اليوم أولى جلسات الاستماع في اتهامات جرائم حرب في غزة ضد إسرائيل في هذه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في أي لحظة ستبدأ إذن؟ وربما سنتعرف على مزيد من التفاصيل مع زميلي مفاد الحدث نور الدين الفريدي الذي ينضم إلينا من لاهاي نور الدين أنت تتحدث معنا من خارج قاعة المحكمة وفي الداخل نتابع بدء هذه المحكمة ما الذي يمكن أن تطلعنا عليهم؟ ما الذي نتوقعه في هذه الجلسة اليوم؟ أهلاً ضحى إذن في غضون اللحظات ستنطلق الجلسة بأن يفتتح الرئيس رئيس المحكمة وحوله 15 قاضياً بالإضافة إلى 2 من القضاة قاضاً يمثلوا جنوب أفريقيا وقاضاً يمثلوا إسرائيل هؤلاء الاثنان ليسوا بالقضاة المعينين دائماً وإنما كلاهما تستأنس به المحكمة عندما ستبحث تفاصيل هذه القضايا بالنسبة للقوانين والتشريحات سواء كانوا يتعلقوا بإسرائيل أو بجنوب أفريقيا نعم ينتظر أن يتحدث بين 7 وتسعة متحدثين صباحاً اليوم في هذه الجلسة التي تتركز بشكل أساسي وشامل حول الدعوة الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا وبالتالي المتحدثون السبعة أو التسعة سيتحدثون في تفاصيل في المستندات والأعمال وكذلك السوابق القضائية والبيانات التي تؤكد نوايا المسؤولين الإسرائيليين إبادة الشعب الفلسطيني في غزة حسب نص الدعوة جنوب أفريقيا الجلسات تدوم ثلاثة ساعات بالنسبة لليوم وعلى أن يرد الجانب الإسرائيلي ويمثله أيضاً وفد من المحامين يوم غد الجمعة خارج المحكمة في هذه اللحظة هناك مظاهرتان هناك تجمع مقابل المحكمة وإذا أردت أن وجه الكاميرا ببطء نحو خارج المحكمة حيث نرى عدداً من المواطنين يتجمعون يرفعون أعلام إسرائيل وبشكل لا نقول يرفعونها عالياً وإنما بطالب من رجال الأمن وتم الفصل بين هؤلاء بين هذه المجموعة التي هي أمام الكاميرا أو في خارج المحكمة والجانب الآخر من المظاهرة التي لا نرى بسبب الأشجار والاستياج المحيط بالمحكمة حيث يتجمع المئات من مراسلية القضية الفلسطينية يطالبون بوقف إطلاق النار وبدعم المحكمة وخاصة بإنصاف الشعب الفلسطيني في هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الدعوة التي من المهم أيضاً التذكير من أن الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا تشمل أيضاً إدانة جنوب أفريقيا للعمليات والاعتداءات التي نفذها المقاتلون الفلسطينيون ضد المسوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر المسندات القانونية كثيرة جداً التي تعتمد عليها دعوة جنوب أفريقيا سواء كانوا يتعلقوا بالمسندات القانونية أن إسرائيل ملزمة من الناحية القانونية لأنها صادقت على معاهدة منع الإبادة الجماعية وبالتالي المفارقة والبعد الرمزي والهام جداً أن هذه الدولة التي صادقت على المعاهدة هي متهمة بارتكاب أعمال الإبادة والجانب الرمزي الآخر ذحى أن الكثير من الإسرائيليين يقولون بأنهم ورثت المحرقة تقريباً محرقة له إنجاز القول لكنهم اليوم أو قادتهم متهمون من قبل جنوب أفريقيا بارتكاب أعمال إبادة الجانب الرمزي أن دولة جنوب أفريقيا في حد ذاتها دولة لها تجربة مريرة مع التمييز العنصري وهي دولة كافحة طويلاً ضد التمييز العنصري وضد الاستعمار والجانب الرمزي طبعاً الآخر والمهم جداً بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تجد في هذا المحفل ربما فرصة تنصف الفلسطينيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية نعم نور الدين ما الذي تطالب به جنوب أفريقيا بالتحديد؟ ما الذي تطالب به المحكمة؟ ما الذي تريد المحكمة أن تقوم به من خلال هذه الشكاوة وهذه الدعوة وهذه المحكمة التي هي توصف بالتاريخية؟ مهم جداً ضحى في هذه الجلسة أو في هذه الجلسات ستطالب جنوب أفريقيا المحكمة بأن تتخذ في وقت عاجل في ظرف عاجل قرارات احترازية أو قرارات مؤقتة تكون ملزمة هذه القرارات مثل ما قال مصدر في المحكمة القرار الذي ستصدر المحكمة سيكون ملزماً وسيستر لأنه قرار عاجل سيستر في غضون أيام ربما من تسعة أيام إلى أسبوع قليلة من هنا إلى بداية شهر فبراير المقبل والقرار سيكون ملزماً بالنسبة لإسرائيل وتطلب جنوب أفريقيا أن يكون القرار ملزماً يطالب إسرائيل بوقف العمليات الحربية بينما القرار الآخر الذي يتعلق بجوهر القضية يتخذ بعض الوقت يتخذ أشهراً لذلك فالقرار الذي تنتظره جنوب أفريقيا والقضية والفلسطينيون مهم للغاية لأنه ربما سيساعد سيلزم إسرائيل بوقف العمليات الحربية التي تقودها ونحن نتحدث الآن منذ ثلاثة أشهر لذلك فالجانب جنوب أفريقيا أيضاً يجب التذكير هنا من أن جنوب أفريقيا ليست منفردة في هذه الدعوة دعمتها ربما أكثر من 12 دولة وهذا الدولة دعمتها في دعوة واتهامات إسرائيل بمنع عدم بخلالها بمعادة منع الإبادة الجماعية وهناك عدد كبير أيضاً من الدول التي تحدثت على لسان قادتها من أنها حذرت من وجود مخاطر الإبادة الجماعية في غضون السبع وأشهر الحرب الجارية لذلك فالجنوب أفريقيا ليست منفردة ليست معزولة في هذه الدعوة في هذه الجلسة التي تبدأ أو ربما بدأت في غضون هذه اللحظات إذن نور الدين ونحن نتحدث معك هذه الجلسة التي بدأت بالفعل نحن نتابع فيها اليوم فقط سيكون هناك مرافعة من محامي جنوب أفريقيا على أن يرد محام إسرائيل يوم غد الجمعة والذي نتوقعه مرة جديدة من هذه المحاكمة بشكل عام هو ربما إجراءات سريعة في غضون أسابيع إجراءات عجلة وربما هناك إجراءات أخرى ستأخذ وقتاً أطول من ذلك متعلقة بتهم الإبادة الجماعية وهذه تستلزم وقت أطول بكثير هل هذا صحيح؟ نعم فعلاً تطالب جنوب أفريقيا مدعومة من عدد كبير من الدول ولكن تطالب جنوب أفريقيا في هذه الدعوة بأن تصدر المحكمة أمراً عاجلاً يطالب إسرائيل بوقف العمليات الحربية وسيتم ذلك حسب ما قالت مصادر المحكمة في غضون أيام ربما تسعة أيام ولكن الأفضل أن نقول أنه في غضون أسابيع قليلة من هنا إلى بداية شهر فبراير هذا الأمر عاجل لأن العمليات متواصلة ولأن هناك مخاطر بأن تلحق إسرائيل أضرار جسيمة لا تجبر لا يمكن جبرها بالنسبة للفلسطينيين هناك إشارة مهمة أن إسرائيل أن المحكمة من الناحية القانونية إذا هي المحكمة إذا هي رأت مجرد وجود مخاطر محتملة إذا رأت المحكمة مجرد وجود مخاطر محتملة لارتكاب طرف ما أعمال الإبادة فإن في وسعها فإنها تمتلك الصلاحية بأن تصدر قراراً إلزامياً يطب من هذا الطرف وهذه الحالة هنا هي إسرائيل بوقف عمليات الحرب لأن هناك مخاطر جدية أو مخاطر محتملة لأن تهدي هذه الأعمال إلى أضرار جسيمة جسدية ومادية لا يمكن جبرها بالنسبة للفلسطينيين أو بالنسبة لضحايا هذه الحرب من هنا فالقرار عاجل ويمكن المحكمة أن تصدر في غضوني ربما من أسبوع إلى أسبوع قليل من هنا إلى بداية شهر فبراير هذه قرارات ملزمة نور الدين ولكن هل تستطيع المحكمة أن تنفذها؟ نعم القرار أولاً القرار ملزم بالنسبة للأطراف كافة وهذه المحكمة هي هيئة من هيئات منظمة الأمم المتحدة إذا صدرت هذه القرارات العاجلة قريباً ولم تنفذها إسرائيل فإن محكمة العدل الدولية يتوجب عليها أو في وسعها أنا ذاك أن تتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن كي يتخذ مجلس الأمن ما يلزم لفرض تنفيذ القانون الدولي حتى وإن كان نعلم جميعاً نصيق السياسية لهذا الطرف أو ذاك والولايات المتحدة بشكل أساسي يمكن أن نتوقع من دون أن نجازف أنها ربما تعترضوا على مثل هذا القرار ولكن من هنا إلى ذلك الحين نعم نعلم موقف أنتوني بلينكين ولكن المحكمة إذا أخذت قرارها وإذا رفضت إسرائيل الالتزام فإنها ستتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن من أجل أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة شكراً تفضلي هذه النقاط جميعوا أو تابعوها مع ضيفي وأيضاً نعود إليك مرة أخرى لنقل الصورة لنا شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات والتفاصيل موفد الحدث نور الدين الفريدي كنت معنا ميلا هاي في إجابة قدمها للحدث في واشنطن حول الموقف الأمريكي من الدعوة المرفوعة اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده ترفض الدعوة وتجد أنها لن تحقق أي نتائج مفيدة وفق تعبيره نجد أنه لا أساس للاكتهامات والدعوة ليس لها أي أساس من الصحة وجدنا أنها لا تحقق أي نتائج مفيدة إذن مشاهدين نعود معكم مرة جديدة لهذه الصورة من داخل قاعة المحكمة حيث تبدأ أولى جلسات الاستماع للنظر في الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب أفعال تكتسي صفة الإبادة الجماعية في غزة هذه المحكمة طبعا محكمة لاهاي ونتابع معكم هذه الصور المباشرة توفير الأدلة وعدم التلاعب في هذه الأدلة وكذلك أن تسجل للمحكمة كل الإجراءات التي تفضي إلى هذه النتيجة من خلال أسبوع من هذا التاريخ وخلال فترات محددة تحددها المحكمة إلى أن يتم الوصول إلى قرار نهائي بالمحكمة تاسعا دولة إسرائيل عليها أن توقف أي أعمال وتضمن عدم اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الخلاف في المحكمة أو يجعل إمكانية الحل صعبة جدا وأنهي هنا الاقتباس شكرا لك وبعد الإشارة إلى الإجراءات الوقائية فهناك نسخة تقدم إلى دولة إسرائيل وكذلك للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمدى سبعين بحكماتنا المتحدة ومتحدة المحكمة إلى قرار بسبب إنهاء القضية وبتالي لابد من دولاتنا أن تكون للطرفين فرصة بأن يمثلوا والطرفين وتم إخبارهما أن بدأت الإجراءات التي يمكن أن يقدموا فيها ملاحظاتهم حول الإجراءات الوقائية تم تثبيتها سنعود تباعا مشاهدين إلى جلسات المحكمة التي بدأت اليوم ولكن نتعرف أيضا على المزيد من التفاصيل وما الذي نتوقعه في الحقيقة من هذه المحاكمة من بيروت ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي ستوديو الحدث هذه محكمة تاريخية مهمة في رمزيتها لكن بالنسبة للشق القانوني ما أقصى ما يمكن أن تحققه هذه المحاكمة أقصى ما يمكن أن تحققه وأقل ما يمكن أن تحققه أيضا أقصى ما يمكن أن تحققه هو أن يصدر في الأسبوع القليلة المقبلة قرار بوقف إطلاق النار وقف جميع العمليات العسكرية في حال ارتأى قضاة المحكمة وهم 15 أنه تمت أسباب جدية وراء هذه المراجعة القضائية وأنه من المرجح وجود إبادة جماعية سبق لجنوب أفريقيا أن أثبتت ذلك معنويا بمعنى أن هناك نية جرمية قد عبر عنها المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات مسبقة بأنهم سيقومون بتدمير ومحوا غزة وسائر الألفاظ التي تفوهوا بها وأيضا الركن المادي الثاني للجريمة أي أنه ثمت فعلا قصف جوي وبر هائل أدى إلى تدمير القطاع أو جزء كبير منه عن بكرة أبيه وهذا يعني محوا جماعة قوم نعم طبعا وهذا يعني محوا جماعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية سؤالة التصريحات التي أشرت إليها هل تأخذ المحكمة بهذه التصريحات كأنها أدلة؟ تصريحات المزراء المتطرفين لأنه خلافا لما يعتقده البعض أن المحكمة تأخذ فقط بالتصريحات وبالتوثيق الصحفي والإعلامي فقط هذا ليس صحيحا ولذلك يجب على الدول التي تدعم فعلا وليس قولا مسألة القضية أو القضية الحاضرة المقدمة من قبل جنوب أفريقيا أن تساعدها على وسائل الإثبات لأن وسائل الإثبات في القانون الدولي أصعب من القانون المحلي يعني أصعب من القانون الجزائي الذي نعرفه في بلداننا العربية مثلا حيث تقوم الأمور على شبهة وإلى ما هنالك هنا يجب التوثيق على نحو متكامل يعني مثلا أعطيق اجتهاد صدر عن هذه المحكمة التحديدة المحكمة العدد الدولية في عام 1996 عندما نظرت في قضية الإبادة الجماعية السوربيا والبوسنة والهرسك ويوغسلافيا السابقة هنا اعتبرت المحكمة أن الإبادة الجماعية متوافرة لكن ليس هناك إثبات على من قام بها مثلا وهذا أمر غريب أدى إلى انتقاد هذا الحكم سنة ذاك أنا أخشى أيضا من هذه الإشكالات القانونية يعني مسألة الإثبات مسألة مهمة وحساسة ودقيقة جدا بالنسبة للقانون الدولي والمحاكم الدولية نعم طيب مسألة الإثبات وهي قضية مهمة وتحدي كبير في حالة مثل غزة نحن أمام صور توضح حجم الضمار نحن أمام أرقام بالآلاف للقتلة لا لبس في كل الوقائع والأرقام على الأرض وبالتالي هل يمكن أن تقدم هذه كإثباتات حتى الصحفيين الذين يوثقون الحقائق أكبر عدد قتل من الصحفيين قتل في غزة هذا أمر صحيح هذا مدماك أساسي لكنه ربما أخشى أن لا يكون كافيا يجب أيضا سعي الإثبات الإمرة العسكرية وكيفية اتخاذ القرارات والقصف العشوائي واستهداف المدنيين ومحاولة الإثبات الذي سيضحض الحجج الإسرائيلية بأن ذلك لم يكن مثلا عن طريق الخطأ كان ذلك متعمدا كان ذلك منهجيا كان ذلك متتاليا على نحو مباشر ويومي ومنقول على شاشات التلفزة بشكل واضح وحي لكن ذلك بحاجة أيضا إلى إثباتات مادية دقيقة لذلك يجب إذا فعلا أريد لهذه القضية أن تنجح عدم ترك جنوب أفريقيا وحدها تصارع يجب الانضمام وليس التأييد فقط يعني third party interveners في القانون الدولي في المحاكم الدولية أو تقديم دعوة أيضا مماثلة يعني عدم إصدار بيانات فقط أو مراسلة جنوب أفريقيا ودعمها لفظيا هذا أمر مهم لكنه غير كاف لغاية الساعة يعني صحح لهذه المعلومة أن المحكمة الدولية لم تحكم أبدا 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 بمسؤولية أي جماعة أو بلد أو طرف أو فرد عن الإبادة الجماعية منذ إنشائها وحتى الآن هل هذه معلومة صحيحة؟ هي نظرت على الأقل أذكر في مراجعات البحثية نعم وأصدرت أحكاما على الأقل لدي هنا اثنين منها وقلت لك ما هي المشاكل والإشكالات القانونية أنها مرات تعثر على الإبادة الجماعية وتحكم بوجود إبادة جماعية لكنها لا تتمكن من إثبات مسؤولية الطرف القائم بها بالنسبة لنا كمشاهدين ومتابعين وإذن عالبنا مثل ما بقولوا لكن الإثبات القضائي في محاكم دولية هو إثبات صعب وليس إثبات سهل يعني أعطيك مثل في محاكمات جنائية أخرى حدثت طلب أسماء العسكريين والضباط والأفراد الذين قاموا بقصف معين لأحياء سكانية وشعبية أريد معرفة وإذا أصدرت فعلاً أي قرارات هذا هو معيان إذا أصدرت أي قرارات المحكمة قررتها ملزمة لكن هل تستطيع أن تنفذ هذه القرارات؟ هذا السؤال المهم هذا هو التحدي المقبل إذن التحدي الأول هو الإشكالات التقنية القانونية ستذهب إسرائيل أيضاً إلى شرح مفهوم الدفاع عن النفس ويجب أن يضحط ذلك بالقول أنه لا يمكن القضاء على المدنيين بحجة وجود مسلحين إلى ما هناك وربما تذهب أيضاً إلى إقامة محاكمات شكلية صورية في إسرائيل كي تقول أنه ثمت أخطاء غير متعمدة وقعت هنا وهناك إذن هذا على الطريق وبعد صدور القرار القضائي في حال صدر هكذا قرار مأمول هناك أيضاً نقص في موضوع التنفيذ الجبري ليس هناك أداة تنفيذية أو جهاز لهذه المحكمة كي ينفذ أحكامها مباشرة هذا لا يعني أن هذه القرارات القضائية غير ملزمة بطبيعتها لكن هي بحاجة إلى القوة الجبرية التنفيذية المعبر الوحيد لذلك هو مجلس أمن الدولي إذا أراد اتخاذ قرار بإنفاذ قرارات محكمة العدل تحت الفصل السابع يعني استعمال القوة الاقتصادية الحصار أو القوة العسكرية وهذا أمر مستبعد كما تعرفين بسبب استعمال حق النقد الفيتو من قبل إحدى الدول دائمة العضوية الخمس شكراً جزيلاً على وجودك دائماً معنا كنت معنا من بيروت أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسي الحقوقية دكتور بول موركوس شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكرا